اشتركوا في القناة الله وسلم على محمد ومن اقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهدى إلى يوم الدين نسأل الله جل وعلا كما جمعنا وإياكم في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم إخواناً على سرور متقابلين وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقياً ولا محرومة وأن يجعلنا ممن يقال لهم في آخر هذا المجلس قوموا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله روى الإمام أحمد أن إعرابياً جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله قائلاً ما الصور ومن نافخ الصور فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال الصور قرن ينفخ فيه ونافخ الصور هو إسرافيل الصور قرن ينفخ فيه ونافخ الصور هو إسرافيل وقد قال عليه الصلاة والسلام كيف أنعم انظروا من الذي يقول هذا الكلام فماذا نقول نحن يقول عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ فثقل ذلك على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وشق عليهم ذلك فقالوا ماذا نصنع يا رسول الله فقال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقد حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام اليوم الذي ينفخ فيه في الصور كما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحة قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خُلِق آدم وفيه أُدخِلَ الجنة وفيه أُخرِجَ منها وفيه تقوم الساعة إذن تقوم في يوم جمعة لكن في أي جمعة هذا من العلم الذي استأثر الله جل وعلا به في الغيب عنده جل في علاه فلا يعلمه ملكٌ مُقرَّب ولا نبيٌّ مُرسَل فإذا جاء ذلك اليوم وهو آتٍ لا شك فيه ولا ريب أمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخ فينفخ النفخة الأولى وقد ذكر الله جل وعلا لنا هذا المشهد في أكثر من موضعٍ في كتابه فقال سبحانه وتعالى كما سمعنا من إمامنا في صلاته وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِّقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ هذه النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض يموت الملوك والزعماء فصعق من في السماوات ومن في الأرض يموت الأمراء والوزراء فصعق من في السماوات ومن في الأرض يموت الأغنياء والفقراء فصعق من في السماوات ومن في الأرض يموت أصحاب الهمم العالية ويموت الجبناء الذين لا يهتمون إلا بالدنيا الفانية يومٌ ما أرهبه ويومٌ ما أرعبه ويومٌ ما أشده سمَّاه الله جل وعلا بأكثر من إسمٍ في كتابه فسمَّاهُ بالحاقة وسمَّاهُ بالقارِعة وسمَّاهُ بيوم الفصل وسمَّاهُ بالطامَّى وسمَّاهُ بالصاخَّة وسمَّاهُ بالواقعة وكل هذه الأسماء وكثرتها لكي نستعد لهذا اليوم وهو تعظيم لشأن هذا اليوم يوم عظيم يوم تتغير فيه الثوابت الكونية السماء تتفطط الكواكب تتنثر البحار تتفجر وتتأجج نارا الأرض تتزلزل وتضطرب بأهلها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يتذكر الإنسان شريط حياة في الدنيا يتمنى أنه ازداد من الأعمال الصالحة يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الصاخة يوم يفرُّ الإنسان من أقرب أقربائه وأحبابه يفرُّ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه هؤلاء أقرب خمسة للإنسان الأم والأب والأخ والزوجة والأبناء وكلهم ممن يرِثون يفر منهم الإنسان في ذلك اليوم من هول ذلك المنظر الجبال الرواسي ينسفها ربي فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ثم بعد هذا يُنادي الملك جل وعلا سبحانه وتعالى الملك الذي لا شريك له والفرد الذي لا ندَّ له والصمد فلا ولد له والعلي فلا شبه له والغني فلا ظهير له يُنادي سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون فلا يُجيب أحد فيُجيب ذاته بذاته سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الوحد القهار يوم هم بارزون لا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار سبحانه وتعالى ثم يأمر الرب تبارك وتعالى بالنفخة الثانية ثم نُفِخَ فيه أُخْرَى إتماماً للآية اللي ذكرناها سابقة فإذا هم قيام قيامٌ من صعقتهم قيامٌ من قبورهم قيامٌ من موتهم فإذا هم قيامٌ ينظرون حُفَاتًا غير منتعلين غُرَّا غير مختونين عُرَاتًا غير لابسي تقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض الرجل ينظر في المرأة والمرأة تنظر إلى الرجل فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأمر أشد من أن يهمهم ذلك هول المنظر أشد من أن ينظر الرجل للمرأة في ذلك اليوم الشمس فوق رؤوس الخلائق في مقدار ميل والعرق سبعون ذراعاً في الأرض والناس في تلك العرصات منهم من عرقه إلى قدميه ومنهم من عرقه إلى ساقيه ومنهم من عرقه إلى ركبتيه ومنهم من عرقه إلى وسطه ومنهم من عرقه إلى أنصاف إذنيه أن يلجمه الجامعة يطول الإنتظار بالناس في أرض المحشر ينتظرون وينتظرون ينتظرون وينتظرون ويبلغ الغم والكرب منهم مبلغاً عظيماً ثم يقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه ألا ترون ما بلغنا ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا فأين يذهبون؟ من أفضل الناس وصفوة خلق الله في أرض المحشر وهم الأنبياء فيذهبون إلى آدم عليه السلام يا آدم أنت أبو البشر ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تشفع لنا عند ربنا بأن يبدأ الفصل والقضاء فيقول آدم نفسي 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 هذا آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده سبحانه يقول نفسي نفسي غضيب الله غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى نوح فيذهبون إلى نبي الله نوح عليه السلام يا نوح سمّاك الله عبدًا شكورًا ونحو أبو البشر الثاني جميع البشرية الآن هم من نسل نوح ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول نفسي نفسي غضب الله غضب لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله لقد كانت لي دعوة مستجابة فاستعجلت فيها اذهبوا إلى إبراهيم فيذهبون إلى الخليل يا إبراهيم أنت الخليل ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول نفسي 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 لقد كذبت ثلاث كذبات غضب الله غضبًا لم يغضب قبله ولا بعده مثله اذهبوا إلى موسى فيذهبون إلى موسى ألا ترى ما نحن فيه أنت كليم الله فيقول نفسي نفسي قتلت نفسًا لم أمر بقتلها اذهبوا إلى عيشاء فيذهبون إلى عيشاء عليه السلام فيقول نفسي نفسي غضب الله غضب لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى محمد فيذهبون إلى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام الرحمة المهدى والنعمة المسدى عليه الصلاة والسلام فيقولون ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام فيذهبوا فيخر ساجدًا عند العرش فيفتح الله عليه من المحامد والتسابيع ومن الثناء على ربه سبحانه وتعالى ما لم يفتح على أحدٍ من قبل ثم يقول له الرب تبارك وتعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيرفع رأسه عليه الصلاة والسلام وأول كلمةٍ يقولها أمتي 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 الهم الأول عنده صلى الله عليه وسلم كيف يكتب النجاح لهذه الأمة وإياك يا علم الله يحفظ يطيل في عمرك على الطاعة كيف يكتب النجاح لهذه الأمة ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول أمتي أمتي وما علم ما أحدث بعده أمته أنهم تركوا سننه وتركوا هديه وتركوا أخلاقه وتركوا معاملاته وتركوا أن يقتدوا بخير قدوة عليه الصلاة والسلام ثم يرجع عليه الصلاة والسلام إلى أرض المحشر ويأخذ مكانه في أرض المحشر ثم تتنزل ملائكة السماء الأولى إلى أرض المحشر ثم ملائكة السماء الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة فالخامسة والسادسة والسابعة ثم يتنزل حملة العرش وهم يحملون عرش الرحمن جل وعلا ويقولون سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان من كتب على الخلائق الموت وهو حي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح فيضع كرسيه حيث شاء جل وعلا من أرضه ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها يقول الله جل وعلا كلا إذا دُكَّت الأرض دكًّا دكًّا وجاء ربك والملك صفًّا صفًّا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكَّر الإنسان وأنا له الذِّكْرًا ماذا يقول؟ يقول يا ليتني يقول يا ليتني قدَّمتُ لحياتي يا ليتني قدَّمتُ لهذا اليوم يا ليتني ما تركتُ فرضًّا من الصلاة يا ليتني بررتُ والدي يا ليتني تصدَّقت يا ليتني صُمت يا ليتني تلوتُ كتابة يا ليتني أحسنت معاملتي مع المسلمين يا ليت يا ليت ولكن ما تنفع عندما يُؤتَى بجهنَّم يجثُو جميع الخلائق في أرض المحشر على رُكَبِهم ولا أحد يتكلم إلا الأنبياء يقولون اللهم سلِّم سلِّم اللهم سلِّم سلِّم استشعر الآن وأنت في أرض المحشر بين هذه الصفوف وفي ذلك الزِّحام منذ خلق الله آدم حتى آخر نفس قامت عليها القيامة استشعر وإذا المنادي ينادي بإسمك نعم إسمك فلان بن فلان أقبل على العرض على الله يقرع النداء قلبك ويصفر وجهك ترتعد فرائصك تضطرب جوارحك تقول يا الله هذا اسمي أقبل على العرض على الله تتجاوز تلك الصفوف وذلك الزِّحام أقبل على العرض على الله حتى تقف بين يدي جبار السماوات والأرض لو قيل لنا واحد واحد الآن يقف أمام الإمامة أو في المسجد ويُقرأ سيِّئات أمام الناس كيف يكون وضعه فكيف بين يدي جبار السماوات والأرض اقرأ كتابك أنت الذي خطيت هذا الكتاب هذه الصلاة اللي صليتها قبل قليل تجدها قد دُوِّنت هذا المجلس الذي جلست تستمع لذكر الله تجده قد دُوِّن في صحيفتك النظر اللي نظرته إلى حرام تجد قد دُوِّن في صحيفتك السماع الحرام قد دُوِّن لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا فإن كنت من الفائزين جعلنا الله وإياكم من الفائزين أُتيت كتابك بيمين أول أمر تُسأل عن الصلاة الصلة واللقاء بين العبد في الأرض والخالق في السماء من حقوق الله الصلاة كيف أحوالنا مع الصلاة كيف أمورنا مع الصلاة كيف أوضاعنا مع الصلاة وأول أمر حق بينك وبين الناس الدماء ثم الأربع سئلة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمر الذي أعطاك الله إياه ماذا فعلت فيه ستين خمسين أربعين ثلاثين حسب العمر اللي أعطاك الله عن عمره فيما أثنها جاء رجل الفضين بن عياب فقال له الفضين كم عمرك قال عمري ستون سنة قال أنت منذ ستين سنة وأنت تسير إلى ربك تشيك أن تصل فقال إنا لله وإنا إليه راجعون فقال تعرف معنى هذه الكلمة قال نعم قال ما معناها قال أني سوف أرجع إلى الله سبحانه وتعالى قال من عرف أنه عبد لله عرف أنه إليه راجع ومن عرف أنه إليه راجع عرف أنه بين يديه موقوف ومن عرف أنه بين يديه موقوف عرف أنه مسؤول ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا فبكى الرجل لذلك هذا العمر الذي أعطاك الله جل وعلا ماذا صنعت فيه وماذا عملت فيه الشباب ماذا فعلت في شبابك رغم أن الشباب هو جزء من العمر لكن لماذا هنا خص الشباب لأنه أكثر طاقة وأكثر يستطيع أن يفعل أشياء لا يستطيع أن يفعل كبار السلم وهذا العلم الذي تعلمته هذه المحاضرة التي سمعتها هذه الخطبة التي سمعتها هذا الدرس الذي سمعته هذه الآية التي حفظتها ماذا عملت فيها قال أنت عملت بها وإذا عملت بها فهل أنت بلقتها أم فقط معلومات نجمع نسأل عن كل صغيرة وكبيرة ما خلقنا عبث ما خلق الله سبحانه وتعالى خلقنا عبث بل خلقنا لمقصد عظيم وسوف نسأل يوم القيام إخواني نستشعر أنفسنا ونحن في أرض المحشر في ذلك اليوم يوم نقف بين يدين الله جل وعلا ولا نعلم أ إلى الجنة نكون أو إلى نار جارنا الله وإياكم لمثل هذا فليعمل العاملون ولمثل هذا فليبذل الباذلون ولمثل هذا فليجتهد المجتهدون فإن كنت من الفائزين جعلنا الله وإياكم من الفائزين أتيت كتابك بيمينك فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هؤم قرأوا كتابي يقول لأهل المحشر للخلاق اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي أو ظن هنا اليقين إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية حتى قال سبحانه وتعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الأيام الخالية أيام الدنيا أما الفريق الثاني أجارنا الله وإياكم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ماذا يقول يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يعني موت واحدة ما فيها بعث ولا فيها حساب ولا فيها ما أغنى عني مالي يهب جمع المال ما يغنى عنك هناك شيء هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم ثم في سلزلة الضرع واسبعون الضرع فسل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم فالأمر أيها الأحبة خطير الأمر إلى جنة أو إلى نار فلا بد أن نجتهد من الآن كلنا سنقف في هذا الموقف ما منا أحد سيتخلف عن هذا الموقف كلنا سنكون في هذا المكان وكلنا سوف نسأل فلنعد لذلك السؤال جواباً إذن كيف النجاح النجاح سهلة جداً يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب من شراك إلى أحدكم من شراك نعلى والنار مثل ذلك جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قال علمني شيء في الإسلام قال قل آمنت بالله ثم استقم إيمان واستقامة لذلك الإيمان والاستقامة سبب للفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة في الدنيا سبب فأما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أضى ضمان من الله جل وعلا لك أن لا تضل في الدنيا ولا تشقى في الآخرة وعند الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدوا وفي الآخرة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين هذه هي الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية هناك أما هنا هم وغم وحزن وغيره ومرض وفقر وجوع وفقد أحبة أما هناك هي الحياة الحقيقية الحياة السرمدية الأبدية التي عمل لها الصحابة وقدموا كل شيء عليه حتى يصلون إلى هذا الهدف لذلك أنت إذا وضعت هذا الهدف كيف يرضى الله جل وعلا وكيف أكون من أهل الجنة الله سبحانه وتعالى يوفقك لسلك الأسباب التي تصل بك بإذن الله جل وعلا إلى هذا نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الفائزين وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤتى كتابه بيمينه اللهم كما جمعتني بأحبتي في هذا الجامع المبارك فاجمعني بهم في جنات النعيم إخوانا على سرر متقابلين اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم اهدنا هداية لا نظل بعدها أبدا وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم لا تدع لأحدٍ منا في هذا الجامع المبارك في قلبه حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا وله فيها صلاح إلا قضيتها له قبل أن يخرج من أبواب المسجد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا سميع الدعاء اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق لي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وسائر ولاة أمور المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كلهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا سميع الدعاء ورد أمة محمد إلى الكتاب والسنة واجعلهم متآلفين واخرج الشيطان من بينهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد جزاكم الله خير